اليوم حنكون برفقة خزيمة بن بشر من عهد الدولة الأموية كان يعيش في الجزيرة والجزيرة لقب يطلق على شمال العراق ما بين نهري الدجلة والفرات كان رجل كريما معطاء شهما يواسي الناس بماله يفزع معهم مع مرور الأيام دخل في صفقات تجارية خاسرة صفقة وراء صفقة حتى تبدل به الحال من الغنى إلى الفقر صار يعتمد في حياته ومصروفه على أبناء عمه مع مرور الأيام تغير عليه حتى أبناء عمه فعاد إلى البيت ضائقة في الوسيعة قال زوجته أنا ما عاد حطله حتزل الناس شفيك يا بنا الحلال قال حتى أبناء عمي تغيروا عليه كيف نعيش؟ قال لا ناكل من اللي عندنا حتى موت أو يفرجها الله من عنده كان يحكم الجزيرة الفراتية في تلك الحقبة رجل يسمى عكرم الفيار وله من اسمه نصيب كان يستمع وجهاء القوم في مجلسه فقد من بينهم خزيمة بن بشر شهر شهرين ثلاثة قال إجمعت الخير خزيمة وين أرضه؟ وش الدنيا فيه؟ قالوا له الرجال جرت عليه أمور كثيرة تبدل به الحال من الغناء إلى الفقر فأغلق على نفسه داره قال لا حوله ولا قوته ما هذا الزمان اللي يترك فيه رجل شاهم كريم مثل خزيمة أكلت معاه في الليل أخذ أربع ألاف دينار حطها في صرة واتجه متخفي إلى دار خزيمة طرق عليه الباب ثق الباب خزيمة إلا ناول الدنانير قال هذه دنانير تعين نفسك عليها وتحسن من حالك تبسك يده قال له من الرجل؟ قال ما جئتك في الليل عشان أقول لك أنا مين؟ عيفكه قال اللي تقول لي أنا مين؟ قال له جابر عثرات القراءة وراح من عنده خزيمة انتعش حاله وسد الديونه وصار يخرج ويدلس في المجالس ويسولف رجعت للحياة رجع عكرمة الفياض آخر الليل لبيته لقم العيال في انتظاره وين كنت يا عكرمة؟ قال لها في بعض شأل الليل قلت له شأل لك آخر الليل أستحلفك بالله إلا تعتقين العلم تحت الإصرار حكالها القصة واستأمنها عليها في تلك الأيام توفى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك واعتلى سدة الحكم سليمان بن عبد الملك الدولة الأموية في تلك الفترة أكبر وأقوى دولة في العالم فجاءوا الناس من أقطار الأرض مهنئين بالخلافة لسليمان بن عبد الملك من ضمن الناس اللي جاءوا خزيمة بن بسر لكنه جاء متأخرا فلاطف الخليفة قال له ما أخرق علينا يا خزيمة كان رجل معروف في الشام والعراق قال له يا خليفة المسلمين جرت عليه قصة عجيبة افتقرت بعد غنى ثم اغتنيت بعد فقر قال له لا لازم تعطيني القصة بالتفاصيل فحكاله القصة أعجب الخليفة في هذا الرجل الشهم الكريم قال له لازم نعرف من هذا الرجل حتى نعينه على مرؤته قال له والله لا أعرف عنه إلا أنه قال لي جابر عثرات الكرام الخليفة سليمان بن عبد الملك أجرى سلسلة من التغييرات الإدارية في الدولة الأموية من ضمنها تغيير تبديل الولاة فعز الوالي الجزيرة الفراتية عكرم الفياض ومن ول مكانه خزيمة بن بشث فعاد حاكما على الجزيرة الفراتية استلب دار الإمارة وبدأ بعمليات الجرد وجد أنه بيت المال ناقص بعض الأموال من ضمنها أربع علاف دينار قال جيب الوالي السابق قال له يا عكرم وين الفلوس قال له صرفت في الصدقات والزكاة قال له لا تثبتني قال له ما عندي ثبات قال ما عندنا إلا نسجنك فسلسلوا بالسلاسل وأودعوا السجن شهر شهرين ومطولة الشغلة ما قدرت زوجة عكرمة تسكت فجاءت إلى خزيمة بن بشر الوالي قالت له يا خزيمة ما هكذا يفعل بجابر عثرات الكرام قام ومسك رأسه خزيمة بن بشر هذا جابر عثرات الكرام قالت له نعم وحكت له القصة نزل السجن وانحنى وقام يقبل رأس عكرم الفياض ويعتذر منه أخرجوا من السجن وأكرموا قالوا إلا ترافقني له سليمان بن عبد الملك لأنه يسأل عنك فدخل فيه على الخليفة وقال هذا هو جابر عثرات الكرام ففرح فيهم الخليفة وأكرمهم ورقى عكرم الفياض ولا ولاية أرمينيا والجزيرة الفراتية أصبح خزيمة يتبع لعكرم الفياض الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس ما بين الوراء رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات السلام عليكم